بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عبدالخلق سيدنا محمد على عبدالصلاة والسلام. هنشتغل النهاردة مع بعض الدرس الخامس آآ من دروس مادة تكييف الهواء للصف الثالث سنة والسنوية. النهاردة الشغلة على جهاز تكييف هواء تراشب باك زو الدورة المعكوزة. جهاز تكييف هواء تراشب باك زو الدورة معكوزة. هو جهاز تكييف عادي خالص آآ ولكن بيضاف اليه بلف عكس. فايدة البلف العكس يعمل عكس اتجاه مركب التبريد وبالتالي اقدر استخدم جهاز تكييف في التبريد آآ في فصل السيف او استخدمه في التدفئة في فصل الشتاء. وده كله بنفس مكونات دا الدائرة الميكانيكية. يعني دائرة الميكانيكية الميكانيكية مش الغيرة خلص هي هي بس هزود عليها البلف العكس. طبعا احنا هنشتغلها البلف العكس وهنعرف آآ ايه اللي هو بيعمله بالزبط. طب بالنسبة لجهاز تكييف هواء تراشب باك زو الدورة المعكوسة. ايه مميزات هذا الجهاز? جهاز تكييف شباك. اول حاجة رخيص السماء. تاني حاجة سهل التركيب والصيانة. لاني آآ عندي الوحاة داخلية والخارجية موجودة كلها في مكان واحد. آآ بالله يشغل الحيس الكبير آآ من المكان. بيتفتح الفتحة في الحيطة بتحط فيها آآ الجهاز. سولة ده بتدركة حرارة اللي ايه? الغرفة. ايوب الجهاز آآ عمر الوحدة بمحدود. آآ يوجد ضوضاء نتيجة تشغيل الجهاز. طبعا ضوضاء دي نتيجة ان وجود الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية في مكان واحد. طبعا آآ اي حد قاعد آآ في الغرفة بيحس بمحرك الضغط وهو شغال فده بيسبب ضوضاء. ليه? لاني اتنين موجودين في مكان واحد غير الجهاز كيف الاول منفصل. آآ التالت حاجة آآ كدراته بتبقى محدودة. وبالتالي مش بيغطي مساحة كبيرة. آآ جهازت كيف شباك آآ بستخدمه في حالة الوجود كدرات صغيرة. في حالة الكدرات الكبيرة لا بستخدم جهاز آخر. صعوبة عمل السيانة داخل الغرفة. طبعا بيباع عندي مشكلة لما اجي اعمل سيانة آآ لجهاز التكيف. الاتنين موجودين الوحدة خلايا الخارجية في مكان واحد زي ما قلنا في الحيطة. آخر حاجة في العيوب لا يصلح الاماكن التي تحتاج الى تحكم دقيق في رطوبة مثل حجرة الكمبيوتر. طبعا نيجي نمسك الدارة المكانيكية بتاعة الجهاز تكيف هوقت رشباك زود دارة معكوسة. بيكون من ايه? ضاغط مكسف انبوبة شعرية مباخرة. الاربع اجزاء الاستاذية بالاضافة للبلف العكس. طبعا كلنا عارفين الضاغط هو من نوع محكم الغلق. يكون بسحبه ومركب التبريد مباخر في سورة بخارة ويكون برفع ضغطه ودرجة حرطه وتارده الى المكسف. اللي عندي آآ تاني حاجة من الاجزاء الملف الخارجي والملف الداخلي. الملف الخارجي برضو هو عبارة عن مجموعة مواسط تصنع من النحاس. بتوصل مع بعضها بواسطة اكواع. ويركب على هزي المواسير زي عانف تصنع من الالموني. ويعمل هذا الملف كمكسف صيفا وكمبخر شتاء. يعني ملف الخارجي ممكن يبقى مكسف وممكن يبقى مبخر. على حسب ضبط البلف العكس. تالت حاجة الملف الداخلي ونقدر نقول عليه هو نفس تركيب الملف الخارجي. يعني عبارة عن مجموعة من المواسط تصنع من النحاس وتوصل مع بعضها بواسطة اكواع. طيب الملف الداخلي حيث يعمل هذا ملف كمكسف شتاء وكمبخر صيفا. عكس الملف ايه? الخارجي. ملف الخارجي كان اللي يعمل الملف كمكسف صيفا وبخر شتاء. هنا العكس. نجي بقى للبلف العكس. بالف العكس بيعمل على توجيه مركب التبريد داخل الدائرة على حسب العملية المطوبة سواء كانت التبريد او توطفئة. وطبعا هنشرح الكلام دلوقتي. الانبوبة الشعرية طبعا كلنا عارفين انها تعمل على تنظيم زرايا مركب التبريد. ازا كوتر صغير. وطول معين حيث تعمل على خفض ضغط مركب التبريد من ضغط المكسف الى ضغط المبخر. البلف العكس. نجي نشرح بالف العكس طبعا عارفين اللي غرض منه هو عكس اتجاه مركب التبريد. بمعنى انا مسلا عندي جهاز سكيف عندي فيه وحدة داخلية وفي وحدة خارجية. الطبيعي بيطلع مركب التبريد من الضغط بيخرج على الوحدة الخارجية اللي هي تعمل كمكسف. وبعد كده بينتهي لو يروح على المبخر اللي هو موجود في الوحدة الداخلية. طبعا الكلام ده بيتم فصل في حالة اللي انا عايز المبخر جوه وعايز واستخدمه للتبريد. طب انا بقى لو عايز اسيب الدايرة زي ما هي بس احطي بالفعكس بدل ما مركب التبريد. يطلع على بره على الوحدة الخارجية لقدم ادخله على الوحدة الداخلية عشان يعمل كمكسف. والكلام دوت بيتم في فصل الشتاء عشان اقدر اسفاد من حرارة بتاعت المكسف واقدر اعمل تدفئة للغرفة. يعني هو بالتالي بيعكس اتجاه مركب التبريد. بدل ما يطلع مركب التبريد للخارج في الوحدة خارجية. لا ده بيوديه على الوحدة الداخلية. طبعا هنشوف الكلام ده ودلوقتي. زي ما اتكلمنا ويتلخص عامله حيس يدخل ملايج المركب التبريد القاتل من الضغط فيكون الصمام. هو بقى الصمام اللي بيحدد. يدخل مراكب التبريد للوحدة الخارجية ولا الوحدة الداخلية. طبعا ده الكلام ده يتم على حسب العملية المطلوبة. عيسو يكون بتوجيه الى الملف الموجود خارج الغرفة الذي يعمل كمكسف في فصل الصيف. او يكون بتوجيه الملف الموجود داخل الغرفة الذي يعمل كمكسف في فصل الشيطة. ملحوظة في حالة الصيف او فصل الصيف الملف الخارجي الطبيعي بيعمل كمكسف. ده الطبيعي جدا. والملف الداخلي يعمل كمباخر. بغرض عملية التبريد داخل الغرفة. ده الجهاز التكيفي اللي بيعملو ده الوضع الطبيعي. بس لما بحط بلف عكس. اللي بيعملو في فصل الشيطة بقى? بيخلي الملف الداخلي يعمل كمكسف عشان سفد بالحرار بتاعته. والملف الخارجي يعمل كمباخر. والكلام ده والطبعا زي ما احنا قلنا بغرض اعمالية التدفئة داخل الغرفة. نيجي بقى سؤال ما هي مكونات البلف العكس? البلف العكس بتكون من تلات حاجات. اول حاجة جسم الصمام الرئيسي. تاني حاجة الوصلات الموجودة فيه. تلت حاجة البلف المرشد اللي بيركب معاه. طبعا ده البلف العكس. وده البلف المرشد اللي بيركب معاه. ودي مجموعة الوصلات. هنتكلم عليها بقى كده بالتفصيل دلوقتي. جسم الصمام الرئيسي. هو عبارة عن استوانة على محيطها سلاس وصلات في الجهة السفلية ووصلة اخرى في الجهة العلوية. زي ما احنا شايفين كده تلات وصلات ده جسم احنا شايفين. ماشي? نيجي بقى للوصلات الموجودة. ايه هي بقى الوصلات الموجودة? عندي فيه وصلة علوية. الوصلة ديت دي بتيجي منها مركب التبريد القادم من خط الترد اللي جاي من الدوات. نيجي بقى للتلات وصلات اللي تحت. الوصلة اللي في النص واغضة من خط السحب. او تودي على خط السحب. ماشي? عندي بقى فيه الوصلة اتنين واربعة. اتنين دي راحة للملف الداخلي. واربعة راحة للملف الخارجي. عندي هنا وصلتين في الجنب اللي وصلتين دول بيروحوا للبلف المرشد. نيجي بقى للبلف المرشد فيه سلاس فتحات. نيجي نمسكهم. ادي فتحة اتنين تلاتة اللي هو اي بي سي. قلنا الفتحيتين اللي على الجانبين دول بيتوصلوا بالبلف العكس. اللي وصلة اللي في النص بتوصل بخط السحب. اللي هي راحة بالنقطة رقم تلاتة. ده مكونات البلف العكس. طيب طريقة تشغيل البلف العكس. عندي في اللي بتحكم في البلف العكس. البلف المرشد. هو اللي بيقول له وجه على فين? في حالة لما اوصل له كهربا او افصل عنه كهربا. البلف المرشد. اللي بتوصل بالكهربا. مش البلف العكس. البلف المرشد. عند هنا قلب حديده ملف. لما بوصل له كهربا. بيقفل نقطتين على بعض. او بيفتح فتحتين على بعض. طيب. هنقول هنا يتحكم الملف المرشد في تشغيل الصمام. والفكرة انه يسمح بوجود كوتين ضغط. آآ بوجود كوتين ضغط غاز على جانبي المجبس. عندي هنا في كوة هنا وفي كوة هنا. وطبعا نشرح الكلام دوت في نظرة العمل بتاعته. على حسب بقى انخفاض الضغط في واحة آآ في الجنب ده او في الجنب ده يحرك المجبس ده النحية دي او النحية دي. طبعا هنشرح ديت. يعني باختصار الملف المرشد هو اللي بتحكم في الصمام في حالة توصيل الكهرباء او في حالة عدم توصيل الكهرباء. طيب نيجي ناخد في حالة عدم توصيل الطيار الكهرباء للملف المرشد. في حالة عدم توصيله بتصبح الدايرة عادية جدا. الملف الخارجي بيشتغل كمكسف وملف الداخلي بيشتغل كمبخر. دي في حالة عدم توصيل الطيار الكهرباء. يعني بمعنى نيجي نبص مع بعض. في حالة عدم توصيل الطيار الكهرباء للبل في المرشد. لو انا فصلت الطيار الكهرابي هنا ايه لا يحصل? مركب التبريد هيطلع من الضغط على الفتحة رقم واحد ويخش على الفتحة رقم اربعة وبالتالي راح على الملف الخارجي. ملف الخارجي اللي هو يعمل كمكسف ويرجع على الملف الداخلي يخش على النقطة اتنين ومن اتنين لتلاتة ومن تلاتة لخط السحب للضغط. طيب في حالة في حالة توصيل الطيار الكهرابي البل في المرشد. ايه اللي بيحصل? اللي بيحصل هنا انه بيخلي مركب التبريد يطلع من خط الطرد يخش في الفتحة الالوية اللي موجودة في الصمام بدل ما يخش على اربعة هيخش على اتنين. وبالتالي هيعمل الملف الداخلي هنا كمكسف. وبعد كده امبوة شعرية وبعد كده ملف الخارجي يجي هنا على النقطة اربعة ومن اربعة لتلاتة الخط ايه السحبي هو كده عاكس اتجاه مركب التبريد. ماشي? واحنا قلنا كده مجالات استخدام البال في العاكس يستخدم في اجهزة التكييف التي تستخدم نظام الدورة المعكوس لتحقيق عاملية التبريد سيفا والتدفئة شتاء. آآ نبص مع بعض بقى في رسمة تانية يا غبدي. آآ جهاز التكييف في فصل السيف ده الوضع الطبيعي آآ بيكون الملف الخارجي كمكسف والملف الداخلي يعمل كمباخر. البال في المرشد مش بيوصل له طيار الكهرباء. لو انا عايز آآ اشغل الجهاز التكييف في فصل السيف عشان بغرض التبريد. آآ في الوضع ده بيبقى عندي هنا البال في المرشد عند النقطة ايه مع بي بتواصلين مع بعض. وبالتالي بسحب ساحب انا السمام ده ناحية الشمال. وبالتالي انا موصل الوصلة اتنين مع الوصلة تلاتة. يعني دي الاتنين دول مفتوحين على بعض. وبالتالي عند الفتحة رقم واحد. والفتحة رقم اربعة دول متوصل من بعض. طب نبي بيوصل مع بعض جدا لو انا شغلت الضغط اللي بيحصل عند هنا بيتم طرد مركب التبريد خلال خط الطرد يطلع منه على الوصل اللي فوق موجودة في السمام. ومن الوصل العلوية رقم واحد ينزل على الوصل رقم اربعة وبالتالي على الملف الخارجي زي ما قلنا كده الطبي خالص كيعمل كمكسف. لنبو بشارية تعمل على خفض ضغط المركب التبريد بعد كي يخش على المبخر اللي هو في الملف الداخلي. ومن الوصل رقم اتنينه من اتنين لتلاتة. اللي هي راحة على خط السحب. وبالتالي دي الدورة اللي بيتمه. ده الدورة الطبيعية في فصل السيف. ده حتى لو ما عنديش سمام ولا عندي بلف مرشد. طيب انا بقى عندي سمام وعايز اعكس اتجاه مركب التبريد. ايه اللي بيحصل? بوصل البلف المرشد طيار كهربي. ايه اللي بيحصل له لما بوصل طيار كهربي? هنا عندي قلب وعندي ملف. لما بوصله للملف ده والطيار كهربي بيتولد مجال المغناطيسي يوم ساحب القلب. لما يسحب القلب ايه اللي هيحصل? نبص كده مع بعض. اه. وصل لي اللي وصله راكم بي. اللي وصلة بي بالوصلة سي. وبالتالي خلي بانا بي دي جايبة منين? بي دي دي جايبة من خط السحب. وبالتالي هنا بيتم اعملية سحب او شفط. صح? يباني هنا اعملية سحب. بسحب. 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 انا روحت سي بسحب. وبالتالي هنا الضغط عمالي ايه? فسحبت القلب ده. قلب الصمام ده سحبته ناحية مين? وبالتالي وصلت الوصلة تلاتة بالوصلة اربعة. تمام? نيجي نبص بقى مراكب التبرد لما يجي يطلع من الضغط. من خط الطرد رايحة طبيعي جدا للصمام. لفوق? ها. لما يجي ينزل ينزل فين? ايه? مقفولة. ينزل على ايه? من واحد لاتنين. ومن اتنين? اه راها على الملف الداخلي. اللي هو اصبح دلوقتي مكسف. يعني بيطلع حرارة سخنة. وبالتالي انا استخدم في عملية التدفئ. يبقى انا شغلت المكيف هنا في الشتاء واستفدت من الحرارة بتاعة المكسف. تمام? جي مركب التبريد. نهاية موسي المكسف. دخل على الانبوبة الشعرية. بعدها الدخل على الوحدة الخارجية اللي هي بتعمل كمبخر. ومنها على الوصلة رقم اربعة. ومن اربعة راح على تلاتة ومن تلاتة راح على خط السحب. والتالي كملة الدايرة. يبقى عندي هنا بالبلف العاكس. هي متوصل مع البلف المرشد. قدرت لانا اعكس اتجاه مركب التبريد. لانا اقدر اوصل بس البلف المرشد طيار كهرابي. او ما وصله طيار كهرابي عاكس اللي تجاه على طول. من غير ما وصله لطيار كهرابي. الدايرة تعتبر دايرة طبيعية جدا. ضغط مكسف مبخر. اللي هي فصل الصيف. نبص مع بعض تاني كده. فصل الصيف. فصل الشتاء. شايفين اللي تم? كل ده لانا اقدر اوصل لده طيار كهرابي عاكس الدنيا كلها. ومساعدة طبعا للصمام. وحركة القلب جواه. شكرا جدا. واتمنى يكون الدرس بسيط. ونرد افيد بالجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.